موسيقى مساء الخير عليكم جميع المشاهدين الأعزاء مساء الورد والفل والياسمين وكل حاجة حلو جمعة مبركة رجعت خلاص صلاة الجمعة للمساجد وبجد النهاردة حسيت ان النهاردة بجد الجمعة اليوم رجع بأجواءه الجميلة بالإحساس الرائع بدع صلاة الجمعة بصوت الشيخ الجميل وهو بيقرأ القرآن يا رب يبعد كل شر عن كل الناس وعن مصر وعن العالم كله ويبعد كورونا بقى ونفوق النهاردة الحقيقة عندنا 3 فقرات الفقرة الأولى هتكون فقرة إسأل مونة وهنتناقش فيها عن مشكلة خاصة بمشاهدة والفقرة التانية هتكون خاصة بمطعم كوركوفادو والفقرة التانية هتكون مع دكتورة فيروز إن شاء الله هنبدأ مع حضراتكم الفقرة الأولى وفقرة إسأل مونة طبعا جلنا مشاكل كتير من مشاهدات كتير النهاردة اخترت لكم مشكلة لأن صاحبتها بتلحى علي أن انا عرضها لحضراتكم وبعتتلي كتير وانا حاسة قد ايه في أزمة نفسية قد ايه يا تعبانة وقد ايه هي من جواها ممزقة قالتلي انا تعبت خلاص تعبت فقدت ثقتي بنفسي وبالناس وبكل اللي حوالي حكايتها بتبدأ بإنها متجوزة بقالها عشرين سنة العشرين سنة دول من أول يوم جواز ليها وهي اتعرضت للإهانة وللضرب وليه اسلوب غير لائق في التعامل واسلوب بيكسر النفسية عن طريق إن هو يهز ثقاتها بنفسها انتي ايه انتي ولا حاجة جابت البنات وجابت الولاد وبيكبروا ولادها وبيشوفوا مامتهم بتتهان رغم إن مامتهم برا البيت ست نكحة جدا ومميزة وليها شغل ووظيفة محترمة جدا وهي بطبيعتها حبوبة وبتحب الناس والناس بتحبها ولكن لما تروح بيتها الجران كلهم سامعين شتمتها وبناتها طلعين شايفين مامتهم بتتضرب وبتهان وبتهزق لما كان بتشتكل أهلها كانوا بيقولوا لها الكلمة المعتادة يا بنتي عيشي ما كل الرجالة كده عيشي ما كلنا تعبنين عيشي ما كلنا شايفين المر وبعدين ستات زمان كانوا بيستحملوا عشان كده كانت البيوت بتعمر لكن دلوقتي استت لازم اللي بتتطلق أو بتخلع جزها أو الحاجات دي تبقى ست مش عايزة تعيش استحملت تجاهلوا ليها ضربوا فيها تهزيقوا ليها بتقول كنت بشتغل وبصرف على البيت وبرجع من الشغل أنظف البيت وربي عيالي وعمل له أكل وعمل له شرب وعمل كل حاجة ويرجع هو آخر اليوم البيت بالنسباله لقنضة يأكل ويشرب ويغير ويلبس الشيك فيها لكن أنا بالنسباله ولا حاجة دايما كان بيتتريق علي على شكلي على تخني لا أنت تخنتي لا أنت خسيتي لا أنت شكلك وحش لا أنت مش عارفة إيه شايفة استتات لما كان يتفرج على التلفزيون ويشوف واحدة حلوة شوية في مسلسل أو 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 يقول لها شايفة استتات اللي بجد هو أنت ستة أنت ده أنت ولا حاجة يقعد يغازل في استتات قدامها فيحسسها أن هي ولا حاجة بتقول لي نفسيتي تعبت كان الأول كل ما يعمل فيه كده أطلع شحنة الغضب في شغلي مع ولادي أحاول أنسى أصلي الربنا وادعيله وعيطله وقول له أنت يعني أنا هستمر في الوضع ده يا رب أنت راضي أنت راضي عن الوضع اللي أنا فيه إلى ما انت كلني يا رب هتسيبني المين يا رب أنا تعبت يا رب أنا كل اللي عايزة معاملة كويسة يا رب أنا خلاص مش قادرة بتقول لي كنت باعد كده مع نفسي في بلكونة بيتي وغمد عناية وتخيل وانا برمي نفسي من البلكونة وبنسى كل الهم اللي على كتافي وعلى قلبي عمري ما حسيت بالأمان أماني هو قرشي ولو تعبت شوية وقعدت من الشغل عارفة أن مش هلاقي اللي هيصرف عليه وقفت جنبه وساعدنا بعض وجبنا شقة وفرشناها ووضبناها بنتي تخطبت وقدام خطبها مسكني ضربني ومسح بقرمتي الأرض وأنا رئيسة في شغلي ولي وضعي بنتي عيطت وحاولت الانتحار وقالت لي فضحتوني قدام الإنسان الوحيد اللي أنا حبيته فضحتوني لأن دا معايا في الجامعة وهيروح يقول زميلي أنا خلاص مش عايزاك وأنا هطفش بتقول قدام دموع بنتي وقدام ألم بنتي وقدام زعل بنتي قررت أن خلاص انتهى لن أقبل هذا الوضع خلاص مش عايزا مش عايزا الوضع داتين أنا كنت مستحملة على نفسي عشان أنا خلاص مش فرقة معايا نفسي لكن مش هستحمل كده على بنتي بنتي اللي قصرت قدام الإنسان الوحيد اللي حبها لما قلتله انت عايز مني إيه ما تقول لي انت عايز مني إيه انت بتحبني اللي هو لا عمري حبيتك وما لا عايز إيه عايزك مرمطنة في البيت تطبخي وتكنسي وتنظفي وتمسحي وتصرفي ونعمل اللي على مزاجي يسبخ شعره يلبس شيك يروح يعاكس في الستات برة وهي ولا ليها لازمة في حياته قالت له طب ما ننفصل بالمعروف وانت في حالك وانا في حالي خليك في حالك وانا في حالي انا تعبت مش قادر أكمل بالوضع ده انت عايزني أموت فاصل للأزان وهنرجع لكم تاني ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدين الأعزاء وكنت بحكي لكم حكاية المشاهدة المعذبة اللي بتحكي لنا حكايتها وبتقول بعد ما خلاص أهني قدام جوه خطيب بنتي وبسبب الإهانة دي خطيب بنتي ساب بنتي أنا قررت إنه خلاص خلاص مش هستحمل أنا استحملت عشانهم زمان وعشانهم دلوقتي لازم يبقى عندي كرامة عشان أعلمها اللي يهينك لازم تبعدي عنه اللي يهينك سبي اللي يهينك سبي وبعدي عنه بتقول بعد ما ضربني وهني وضرب بنتي قدام خطيبها نزل وخطيب بنتي نزل وكان مكسوف لنا طبعا وللأسف الشديد ساب بنتي وحس إن مش هي دي العيلة اللي ينفع يناسب منها بتقول غيرت الكلوم بتاع الباب وكررت إن أنا أنفصل أو أخلعه لإني حاولت إن أنا أنفصل بالطرق السلمية وبالأدب وبالاحترام وزي ما ربنا قال عاشرهن بالمعروف وفارقهن بالمعروف للأسف الشديد هو ما كانش عاجبه الكلام ده وكان بيقول لي خلعي نفسك فأنا مكررة إن أنا أخلع نفسي وأعمل لنفسي كرامة أنا وأولادي وبناتي خلاص تعبت خلاص عمري في حياتي ما هكمل تاني هقول لبنتي إرفعي راسك وأمك عمرها ما هتقبل الإهانة تاني اللي استحملته زمان عشانكو مش هستحمله دلوقتي برضو عشانكو هي سؤالها ليا كانت بتقول أولا إيه رأيك هل أبعد هل أخلع نفسي ده قرار صح ولا غلط عايز أقول لها يا حبيبة قلبي أنت لسه بتسأليه بعد عشرين سنة صح ولا غلط إيهانة وضربه وتعذيب واستغلال وقلة أدب وإيه ده ضيع لك ثقتك بنفسك لسه بتسأليني لسه جايت فوقي وتسأليني آه يا روحي ابعيدي عنه يا حبيبتي اخلعي انفاص ليه ده هزأك وهانك وهيضيع حياة ولادك وبناتك ده يتبعيدي عنه تماما ما تكمليش معي يوم هي بتسألني بتقول لي طب أنا دلوقتي الشقة اللي أنا عايشة فيها من يوم دي شقة الزوجية بتاعتي أنا وبناتي ولادي فهل بالخلع هفقد هذه الشقة هل بالخلع هيتربني ومش هلاقي مكان يقويني هو دايما بيهددني بكده بيقول اللي بتخلع نفسها دي ملهاش أي حاجة اللي بتخلع نفسها دي ملهاش ولا بيت ولا 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 هي عندها أطفال صغيرين حوالي 3 سنين وعندها كمان الكبار وعلشان هي سألتني فإن دلوقتي هنعمل مدخلة للأستاذ محمد عيد المحامي بالاستقناف المداخلة جاهزة أوكي طبعا هنسأل أستاذ محمد عيد ونعرف لها هل هي لو انفصلت هل من حقها إن هي تكمل في شقة الزوجية هل من حقها اللي أربع حيطان اللي الأسبوع اللي فات ماتت قمنيه عشانهم مش عارفة ليه الرجالة بتعمل كده ربنا قال عشرهن بالمعروف وفارقهن بالمعروف ليه بتزلوا الوحدة ليه بتمرمطوها ليه دي بنت ناس مش عايزها ابعد عنها شايف لك شوفة تانية ابعد عنها وسبها تعيش حياتها يا كمان وديها حقها اللي ربنا قالك عليها على فكرة الراجل اللي بيأكل حق مراته الراجل اللي بيزل مراته وبعد ما يطلقها ولا يديها نفقة للولاد ويرميها برا البيت وما يدهاش أي حاجة على فكرة فلوسه حرام أيوة فلوسه حرام لأنه أخذ حق مش حقه ولادك حتى منك اصرف عليهم هم معاك انت وهي إذا كنتم متجوزين أو منفصلين في الأول وفي الآخر ولادك في الأول وفي الآخر شايلين اسمك مش معنى أن انت ما اتفقتش مع زوجتك أو العلاقة ما استمرتش الزوجية إنك تاكل حقها أو حق ولادك عشان تمرمطها عشان تزلها وفي الآخر مين اللي بيكون ضحية الضحية هم ولادك عايز ولادك يتسولوا مستكتر عليها أربع حيطان تعيش فيها مستكتر على مراتك أربع حيطان تعيش فيهم اتق الله اتق الله هيجعل لك مخرجا اتق الله شوية اللي ينفصل عن مراته ويديها حقها بما يرضي الله وربنا إن شاء الله هيعود عليه لو هو حقاني ويعرف ربنا لكن اللي فاكر نفسه إن هو شاطر والله أنا مش هديها حاجة وهي ما تستهلش والله لزلها والله لمرمطها هخليها ما تلاقيش تاكل اللقمة الحاف مش ده اللي انتم بتقولون دي مش رجولة على فكرة دي مش رجولة أبدا الرجل الصح اللي يعمل اللي عليه اللي يعمل اللي عليه وعارف واجباته ده الرجل الصح يا طرى المداخلة جهزت تمام احنا بنحاول نتصل دلوقتي بمحامي متخصص في الأمور الأسرية عشان نرد عليكي وعشان نعرفك حقوقك وعشان ما تخفيش وعشان ما تتكسريش وعشان كفاية قهر كفاية قهر لو شفتوا الفترة اللي فاتت مشاهدين الأعزاء هتلاقوا إن الفترة اللي فاتت بقت مليانة خلافات زوجية وأحيانا بتؤدي إلى القتل عشان خاطر عفش وشقة وكلام ولا لي لازمة ليه ليه كده هو أنت يا إمه تزلها ومتعشرهاش بالمعروف وتكدها وتغزها وتضيقها فاكر دي رجولة وشطرة ويا إما تستحمل يا إما تخلع نفسها وملهاش حاجة عندي ستات كتير فاهمين القانون غلط على فكرة القانون مش كده خالص أنا عموما سألت المحامي والمحامي قال لي إن من حقك الشقة يا حبيبة قلبي مدام انت حضنة من حقك الشقة ومن حق أولادك إن انتو تعودوا فيها مش هتتمرمطي كل اللي هيسقط عنك هو مؤخر استداء والمهر ولادك هياخد نفقة إلا أقل من 15 سنة وكمان الشقة من حقك مدام هي شقة الزوجية ومدام انت مقيمة فيها انت ولادك بشهادة الجران وإقدمي على هذه الخطوة وأنا عمري ما كنت بشجع على الطلاق بس فيه أحيانا بيتبهو ده الحل الوحيد لما الراجل يبقى بري أجريسيف راجل عدواني بيمدي إيده ممكن في مرة وهو بيضربها يموتها ودي حصلت حصلت معنا لو حضراتكم تابعنا في الحلقات اللي فاتت لما يروب يكون الراجل عدواني وبيمدي إيده وبيستحل أن يمدي إيده على وحده أضعف منه وأقل منه في القوة والمفروض أنه أحماها وسندها والمفروض أنه هو اللي يحميها لكن هو اللي بيهنها وهو اللي بيمدي إيده عليها وهو اللي فضحها ومسمع الناس بيها قزارة وقلة أدب ليه؟ ليه؟ اتقوا الله اتقوا الله معينا المدخلة من أستاذ محمد عيد المحامي بالنقد أهلا وسلم بحضرتك يا أستاذ محمد أهلا وسلم بحضرتك أهلا وسلم بحضرتك سمعت مشكلتنا يا أستاذ محمد أهلا وسلم بحضرتك يا ترى سمعت مشكلتنا مشكلت المشاهدة هي سؤالها مختصر جدا هي بتقول أن هي متزوجة بقالها عشرين سنة وهم دلوقتي قاعدين في شقة المفروض أن الشقة دي تمليك وهي طبعا تعرضت لإهانات وعايزة تنفصل هو مش راضي يطلقها فهي قررت تعمل قضية الخلع خايفة على أولادها أن هي أولادها يترموا في الشارع هل المرأة اللي بتقوم بقضية الخلع مش من حقها أنها تقعد في شقة الزوجية وهي حضنة أولادها سنهم من ثلاث سنين لحد تسعتاشر سنة خلاص جدا أيوة لا تمامية الزوجة حتى لو طلبت القولة وحصلت على حقها بالقولة مدامي أن هي حاضنة بتحتفظ بمسكة الزوجية حتى بدوء الأولاد تنق خمسة خمستاشر سنة وتم تعديل من محكمة النقط أصبح السن تمنتاشر سنة هي بتفضل بتحتفظ بالمسكن هو مدامي أن هي حاضنة لمدة تمنتاشر سنة لأن أحكام النقطة الجديدة عدلت من خمستاشر سنة لتمنتاشر سنة ممتاز حضرتك عشان ما يبقاش فيه أي تعديل هيقوله طب هو ممكن يطرح مسكن بديل ها من حقه أنه يعرض على القاضي مسكن بديل أنه هو عايز يغير المسكن ده لأي ظروف تانية ويجيهم مسكن تاني بس لازم يبقى بنفس المكاومات يعني نفس المنطقة مسكن تمليك زي مسكن التمليك يعني لازم يبقى بنفس المكاومات ما يبقاش فيه أي فرق اتنما بعد بلوغ الأولادات السن القانوني اللي هو 18 سنة من حقه أنه يرفع دعوة ويطلق استرداد مسكن الحضرات تمام تمام متشكرة جدا لمداخلة حضرتك يا أستاذ محمد عيد في نهاية المداخلة بنشكر الأستاذ محمد عيد المحامي بالنظر متشكرة جدا لحضرتك مشاهدين يا أعزاء هنطلع فاصل وستنونا وهنرجع لكم على طول